يسعي الصباحكم أحبتي أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم وفقرة الأبراج لهذا اليوم تمنياتنا لكم بنهار مبارك إن شاء الله ما زال القمر متواجداً في برج الأسد الناري وهو في طريقة إلى برج العذراء إن شاء الله سيكون بكرة وفق التوافق الفلكي فما زالت التوقعات تعني نفس المعاني اللي ذكرناها أو اللي توقعناها البرحة لكن ننطفد نوع من التذكرة السريعة للأبراج المستفيدة والأبراج اللي ممكن تكون شوية غير مستفيدة من هذا التواجد القمري الأبراج اللي أكثر مستفيدة بتواجد القمر في برج الأسد هم مجموعة الحمل الناري لا بأس للحوت كذلك مجموعة لا بأس للجدي مجموعة القوس وكذلك مجموعة الجوزاء هذه الأبراج دا تكون مستفيدة فيارتنا استفيد من هذا اليوم بتأثيراته الأبراج اللي قلنا شوية أقل استفادة من هذا التواجد القمري هم مجاميع الحوت يعني لا بأس عندنا كذلك الجدي لا بأس من هذا التواجد إضافة إلى مجموعة الميزان لا بأس من هذا التواجد هذا يعني من باب أما الأبراج اللي ما ذكرناها فقد لا يكون هذا الموقع موافق لهم ننتبه أولا إلى وضع الصحي كذلك ننتبه إلى التعاملاتنا مع الآخرين نحاول نتجنب قدر المستطاع الإشكالات أحيانا وخصوصا في هذه الفترة وخصوصا وفق هذا التوافق أو هذه الفترة الإنسان يجب أن يمر في داتريبات رغم التحديات رغم الظروف رغم كونه أنه هو في داخل متعب لكن رغم كل هذه الظروف نقول إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب قد تكون أحيانا الفرص مؤاتية أو قد لا تكون مؤاتية وأحيانا قد تكون الفرصة ننتهز أو نتعامل مع الفرصة المناسبة لتقديم أفكارنا أو اتخاذ قراراتنا أو كذلك الرد على كل من يمكن يكون ديؤذينه من خلال أفعاله من خلال تصرفاته من خلال يمكن يكون طاقته السلبية علينا فأكو أوقات الإنسان يستطيع من خلالها أن يتخذ قرارات لكن أحيانا ما تكون الفرصة مؤاتية فهذه الفترة لهذه الأبراج اللي ذكرناها ننتظر شوي ونتريث إلى غاية ما يكون الوقت مناسب ولابد أنه يأتي الوقت المناسب ننتقل الآن إلى اتصالاتكم وكل الهلة بمن يتصل بنا أم حسن؟ أم حسن؟ أهلا؟ أهلاً أم حسن؟ السلام عليكم عليكم السلام كيف ست؟ أهلاً وسهلاً أم حسن؟ أم حسن؟ أم حسن؟ أم حسن؟ أريد أن أعرف برجي أي حبيب تتدللين؟ مواليد 72 لكن أنا لا أعرف برجي يعني مواليد ليس مشكلة حبيبتي ليس مشكلة جيد؟ دعنا نتوصل إلى خطة معرفة ليس مشكلة أنت جاية سنة 72 و طولة العمور قال لي أنت جاية في الصيف، الشتة، في الربيع لا، أم تقولي أنت من الشتة باردة ما هي الصح؟ يكون باردة صح حاضر يا قلبي حاضر أم حسان تدللين وشكرا لاتصالت كلها لأم حسان الوردة بعد اكو اتصال آخر اكو اتصال آخر شباب هذا يتأمن على بال ما يتأمن خلي أرد على أم حسان تقول آني سنت الاثنين وسبعين أحبتي نرجع نشرح انه احنا نقدر نتوصل الى الطالع الطالع اللي هو يعني فدع انصر ايضا مؤثر في حياة الانسان لانه يتحكم بطبعة احنا شنريد يعني هو البرج يملك مواصفات والطالع يملك مواصفات اول ما نشوف الشخص نشوفه نعرف هذا طالع شنو فليش لانه هو مثل ما يقول النظرة الاولى والكلمة الاولى وكذلك بعض الطبع والطالع ايضا يساعد في ايام الحظ ووقت تواجد القمر ووقت تواجد الكواكب فهذه الحالة استخراج هذا اللي ما يعرف شوك التاريخ ويلالته احنا نستخرج للطالع نظير نصير اهلا وسهلا ابني الله يسلمك ابني كل الهلا شرفت الفقرة انت شرف ان شاء الله الله يسلمك انت لحسن 22 سبع 22 نعم طولة العمر ماما رحم الله لديت يوم واردا سأل عدي معاملة وضعفها وشو هلو انتحقق لها اريد اشوف الطالع هالي الشهر اللي بفرصة لا اصد اه على بالنسبة لي معاملة اي عدي معاملة والله اضعفها اه عند الدولة اي حاضر تدلل ابني تدلل ناصوري الله يحفظك وان شاء الله راجدة الله كريم اذا اكدت صال اخر امنوا لي اعلمات امنوا لي ارد على ام احسان حبيبتي ام احسان سنة الف وتسعمية واثنين وسبعين ينطي الطالع القوس الناري القوس الناري الف وتسعمية واثنين وسبعين وفق هذا الجدول على السنين تلاحظوا اياي ينطي الطالع سنة الف وتسعمية واثنين وسبعين القوس الناري فانتي عندك من الطالع القوس الناري اوكي حبيبتي ام احسان اوكي استقبل ايه تفضلي ايه سلام عليكم عليك السلام ورحمة الله كلها لآية الله يسلمك كلها لحبيبتي ايه 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 باعي باعي بنتي باعي بنتي حبيبتي عديلي الكلام بس شوية ممكن تعليلي صوتك ماما ايه 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 ستة اي ايه 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 و هوة خمسطعش واحد هذا الشريك ايه ايه اكتوافق بينها كلمات تطور الناس و المشاكل حاضر يا قلبي ان شاه الله الله يبعد المشاكل يا ايه زي ايه 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 كلها لقائق كلها لبنتي اهلا وسهلا اذا كنتي صال اخر ايضا امنون اذا اعرفنا ايه برج القوس فترته شتى يعني احنا هسه فترة برج القوس يعني هايتلاحظون انه انتي جاية بالشتى فهذا يأكد انه انتي من تعودين لمولودة او مواليد القوس الناري وهذه الفترة مناسبة جدا لعملياتكم الاستشفائية يعني ان شاء الله اذا كان لا سمح الله تعانون من امراض معينة او تضطرون الى اجراء جراحات فهذه الفترة رح تساعدكم جدا كذلك ممكن انه تكون فترة مناسبة جدا لتطوير الوضع المالي سواء كان الحضرتك او لاحد احبائك يعني يمكن مو شرط المرأة تكون دا تعمل يمكن تكون ربة بيت لكن من طالعها يعني تنطي الخير لغيرها فمن الممكن ان يكون للزوج مثلا او لاحد الابناء فتفرصة لتطوير وضع المادي فان شاء الله يا ربي الخير والسلامة اليك يا ام محسان عزيزتي عندي نصير يقول اني 22 سبعة 22 سبعة هذا المولود يعتبر مولود بين البرجين يعني الشمس تريد تنقل الى برج الاسد فهي بين السرطان والاسد في فترة انتقال يعني طلعت من برج السرطان وده تمشي ده تطلع ده تروح تدخل الى مجموعة الاسد فهذه تعتبر فترة البين برجين طيب فترة البين برجين زين اني سرطان اسد شنو الفيلم هذا ينطي اولا الوضع انه ناخذ منها البرج مواصفات وناخذ منها البرج مواصفات فانتوا اكثر ثراء اللي يقعون بين برجين ليشلي اما اخذين من السرطان وما اخذين من الاسد كذلك بالنسبة الى التاريخ الولادة ينطي انه انت اكثر شي تنطي على يعني اسد يعني اكثر كل شي تنطي على اسد في حالة لو كانت ساعة الولادة شوقت يعني من بعد الاطمعاش المغرب ننطي على اسد من قبلها يعني يكون سرطان على اسد كرقم كوكب اورانوس يتحكم برقمك يعني كاثنين وعشرين يحتث بالحياة فد نوع من التقلبات طيب ديش الفترة كان اكو فد مشاكل اشكالات عانيت من عندها كمواليد برج الاسد يعتبر البيت اللي يخص المعاملات الحكومية وكل هالاشياء هي مواليد برج الجوزاء يعني برج الجوزاء يعتبر بالنسبة لكم البيت اللي يخص هذه المعاملات او الامور اللي تتعلق بمؤسسات نافذة هسا بيها المريخ متواجد بحالة تراجعية كان بالتور فعرقل عرقل الامور عرقل الامور من ناحية من ناحية اوعدك يا وعد وزقيك يا كمهون هذي مثل عدنة اضافة الى ذلك يمكن اكو ناس شوية تباط او في وعد وعدو يمكن يكون ما ناوين يخلون بوعدهم لكن شوية رح ياخذ الموضوع فتحيز من التأخير الترتيب رح يجيب حياتك شوية شوية كلش حلو نلاحظ انه السنة الاثنين وعشرين كانت شوية متعبة على رباعي الابراج المنقلبة اللي هي التور وكذلك الاسد ثم العقرب فالدلو تعبوا جدا يعني خصوصا من التواجد الكوكبي ومن الزوايا اللي شكلتها والخسوف والكسوف كان في مواقع شوية صعبة على هالابراج فمن ناحية انه اقول اني تعبان فعلا يعني تعبتني لكن من نفس الوقت انتوا ابطال لان اللي يقدر يتحمل هو بطل فهذه السنة اتعبتكم لكن انطتكم كأس البطولة كأس البطولة لان الشخص مو اللي يعني مثل ما يقول اللي يتعلم من لا شيء فهذه السنة انطتكم كأس انه اتحملتوا صبرتوا اتوجعتوا انكشفت لكم فد ناس مت انتم توقعيها اتمرفتوا يعني مثل ما يقول من كل النواحي كذلك الوضع المالي الناس عبالك مو هم ما الناس اللي انتو تعرفوهم احيانا البعض يصيرون بضضد تحشون حشاية تكفرون كأنه مع بالك واحد حتى هو مقاصد بيها الحشاية متهم ف هيا كلها شلون كلها صارت على هالرقبل وتحملتوها و برافو برافو السنة اني برؤيتي يعني كانسانة يعني وصلت الى فد مرحلة من العمر و ان شاء الله لكم طولة العمر الانسان اللي يدور على السنة اللي بيها الحضوض اشوف انه يفرق عن الشخص اللي يأخذ السنة ببطولة فاذا كانت السنة انطت للبعض حضوض لكن انطت للبعض من الابراج بطولة بالصبر بالتحمل بالارادة بالقوة بالايمان بالدعاء الى الله بالحاجة اليه بساعة الضيق فهالامور هذي كلها تشكلت حتى تنطي هذا الانسان فتقوة تحمل وصبر وخبرة ومعرفة يعني المفروض انهني هالابراج بصراحة هالابراج المفروض انهنيها لانه تعبد على الرغم من انه كل الابراج البقية هم جدتها فترات صعبة لكن اللي يتحمل الصعوبات بطل بطل في كل الاوقات وهذا ما حد يقدر يعني يجاد النعلي فنحب نقولك ان شاء الله اول بدايتها تعب لكن اخرها فرج قلنا انه مولود برج الجوزاء مجموعة المريخ او المريخ موجود في مجموعة الجوزاء في حال التراجع اش وقت راح يتقدم يتقدم ان شاء الله في شهر الواحد يعني بعد ما بقى شي يتقدم من يتقدم برج الجوزاء هذا راح يساعدك المريخ في برج الجوزاء راح يساعدك على انه تمشي معاملتك فبعد ما بقى لك شي انت شوية صبر يا ابني وتقوى انت بطل واحيي كل انسان يتعب كل انسان يعاني يعني قلوبنا ونفوسنا ودعواتنا لكل هؤلاء انه ربنا يبعث لكم الفرج وان شاء الله الفرق جايك سنة 2023 راح تكون افضل شوية من سنة 2022 من ناحية تحركات الكواكب من ناحية وجودها كذلك هناك من الابراج اللي يقول يعني معقولة راح تفرج عليه لا معقولة توقعوها فلا تخلي الامور اللي اريد من عندك البطل يبقى بطل اريدك تواضب لا تي اس الفترة المقبلة من منتصف شهر الواحد بقوة الله الامور راح تتحرك الى صالحك فهذه المعاملة تنتهي ان شاء الله وتنجز ويرح يطلعون ناس يساعدوك فقول يا الله بس اتشجع تقوى خلي ايمانك بالله وايمانك بنفسك اكتر كل شيء فعفي عليك يا ابني والله يكافي تعب محبتك ان شاء الله ويجازي الصبر كل العالم بكل الخير المريض التعبان اللي يعني كل انواع الالم ان شاء الله ربنا يجعل السنة المقبلة يبعد الالم وان شاء الله يبعث الخير امين عندي اية تقول 13-6 و 15-1 التوافق ازين كل ما تقول كل ما يجي يريد يصير توافق انه يعني تختلف الامور او يصير في النوع من الاشكالات بالعلاقة نجي هسا نفصل يا يمت نجي نفصل الابراج اي انتي تلتطاع السته اخر مجموعة من مجاميع الجوزاء يعني رح تبدي الشمس تكون داخل عدكم فتأثير الشمس يكون حلو البرج الصاعد هو الاسد البرج الصاعد بالنسبة الي انتي جوزاء والصاعد الاسد يعني هذا البرج الطال عدنا 15-1 اخر مجموعة من الجدي اوكي اللي هي منه هوهم برج الصاعد اسد لاحظي هوهم جدي على اسد وانتي جوزاء على اسد اذا اكفت شي يربط الطالع يربط طيب مولود برج الجدي شو يعتبر بالنسبة لبرج الجوزاء مولود برج الجدي بالنسبة للابراج يعتبر البيت اللي من خلاله نستطيع ان نمكن نفسنا من ننتقل ننتقل الى العالم الاخر العالم الباطن بيت التمويل والقروض بيت الامور المادية وكذلك الحياة الدينية والروحية كل هالامور هذي اما بالنسبة الي فهو يمثلك او انت مولود برج الجدي بطبيعته هو انسان كرقم يعني الزهرة تتحكم انتي اورانوس هو الزهرة انتي اورانوس مولود برج الزهرة من مواليد برج الأساتيقون ذو شخصية قوية غيور شوية يحب كلم تتمشي فاقفد اشياء الجوزاء يختلف تماما بطباعة عن مولود برج الجدي مولود برج الجدي هادئ مولود برج الجوزاء لا متحدث مولود برج الجدي قسم منهم يكون عنده فد نوع من التقليدية حسب تاريخ ولادتهم والكوكب اللي يتحكم بهم هو الزهرة فهو فنان عنده فد لمسة فنية عنده فد ذو اخذيها قاعدة الاشخاص اللي يكون عندهم لمسة فنية احيانا يصير عندهم انقلاب بالاطوار فاذا كان هناك محبة بيناتكم فاني واحد اتنين ثلاثة هذا طبعا اتعلم عليه اتعلم على هالطبع واتما شوية اذا كان اشياء تكون مشروعة يعني اتعلم عليه هو التوافق ترى يعني لا بأس بي ما نقول كلش اوكي ولا نقول ماكو توافق توافق متوسط هذا التوافق المتوسط على من يعتمد يعتمد على المرأة لو على الرجل المرأة هي الانصر المحرك الرئيسي في المنزل الرجل هو يعني انصر مهم جدا في المنزل والمرأة هي اللي تدير العلاقة من ناحية الزوج وهي المربية للأولاد فهي يلقى على عاتقها كيفية ادارة العلاقة في الأسرة من خلال مثلا تهدي التعبان تساعد تقوم بواجبات المنزل تتحمل المسئولية اللي يتحمل المسئولية اكثر في البيت هي المرأة اكيد من خلال دورها في البيت وخصوصا هسا اذا كانت موظفة تطلع للعمل فلابد انه للمرأة يكون دوره تأثير خصوصا انه الرب سبحانه وتعالى ترك لها مهمة تربية الأولاد وادارة العلاقة يقول لك اكو مثل زوجك علامة علمي وابنك علامة ربي ماكو انسان يا بنتي العزيزة يخلو من طبع ماكو انسان لكن خيرة الناس خيرة الناس من اكتشفت اطباعها وتغيرت تحاول نغير اطباعنا احيانا المحبة تغلب فانتي اذا اكو فدرابط محبة قوية يربطش بهذا الانسان وبرج الجدي من الابراج ترى اللي تحب بيتها وتحب الزوجة وتحب الاسرة وفي اذا حبتش بصدق ما يخون فهالاشياء هذي اريدها من عندك انه انتي ديرين العلاقة هذا طبعا واحد اتنين ثلاثة لازم وخلوها في بالكم انه اذا تم الارتباط يعني هل من الممكن ما راح تصير مشاكل بس احنا مو على اتفه الاسباب ممكن انه نتفاصخ المحبة يجب ان تغلب فحافظي على هالعلاقة وحافظي على هالمحبة وتواصلي تأقلميوني الوضع ونحاول شوية شوية بالعشرة نغير نغير الطبع نحاول ندير العلاقة بالذكاء سيدي المخرج ها 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 اوكي يابا نختم اشكركم واشكر متابعتكم احبتي اتمنى لكم كل الخير والسلام وان شاء الله تكون دائما الحياة معكم بها الخير بها التوفيق طالما نتكل على الله ويكون عندنا ثقة في ارادتنا وفي قوتنا ان شاء الله هكذا اكيد اكيد صح دائما شكرا للسجنان الله يطي الصح وعافي يا رب للجميع يا رب ان شاء الله للجميع اذا مشاهدين الكرام بمسك الختام والامنيات اللي اتمنتها سجنان ان شاء الله يا ربي يعم امن وسلام على كل شعبنا العراقي وصلنا الى ختام حلقتنا وساعتين البث المباشر بكل فقراتنا المنوعة شكرا اللي اشحسنا شكرا وشكرا اكيد موصول للسجنان وكل كادر برنامج يوم جديد والختام سلام الى اللقاء